استقبل معالي الشيخ خليفة بن طحنون الانهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي في واحة الكرامة معالي إيفان كوبراكوف وزير الشؤون الداخلية البلاروسي خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات واستعرض معالي إيفان كوبراكوف يرافقه معالي الشيخ خليفة بن طحنون الانهيان مراسم حراس الشرف الذي اصطفى لتحية الضيف بعدها قام بوضع إكلين من الزهور أمام نصب الشهيد واستمع وزير الداخلية البلاروسي إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولة أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحيتهم والقيم الخالدة التي ستخلد بذاكرة الوطن وأشار معالي الشيخ خليفة بن طحنون الانهيان إلى أن واحة الكرامة تجسد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها ورمزا للبطولة والشجاعة تتناقلها الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة سجل وزير الشؤون الداخلية البلاروسي كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة